السؤال اللي بعد كده بيقول انا عندي 72 سنة ومريض ووصلي في المنزل عدم مقدرتي على الذهاب للمسجد افطلت عشر ايام العام الماضي وقمت باخراج المقابل فعل علي شيء اخر 72 سنة مش هو ده المعيار اللي عندنا المعيار اللي عندنا هو الطبيب قالك ايه قالك هتقدر تصوم رمضان تاني ولا لا لو الطبيب قالك ان انت مش هتصوم رمضان انت تدخل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية يبقى اذا متى يبقى الفدية اللي انت طلعتها دي مجزئة عنك في الصيام انه الدكتور قال لحضرتك انت مش هتقدر تصوم تاني خالص فاذا الدكتور قالك كده وحضرتك قلت ان انت مريض هذا مقدر دي ايه اللي حاصل افطرت وانت بتقول حضرتك ان انت مريض فاذا كان مرضك ده عيخليك مش هتقدر تصوم تاني خالص يبقى خلاص الفدية اللي انت طلعتها عشان العشرة ايام اللي انت افطرتهم في رمضان يبقى خلاص يبقى تم بذلك الفداء عن الايام التي افطرتها لكن لو كان الدكتور وربنا يكون يديك الصحة والعافية ان شاء الله ان المرض ده كان مرض ايه كان مرض مش مرض مزمن يمنع من الصيام لا ده كان مرض طارق فالمرض الطارق ده اللي انسان يشفى منه زي مثلا كان عنده مرض شديد عنده مثلا حاجة في المعنى او حاجة كزا تمنعه من ان هو يكون صائم هو محتاج للأدوية طول الوقت فهو عايز ياخد الأدوية دي خلاص ده مرض طارق حتى لو كان سنة كبيرة حتى لو كان سنة كبيرة هو اللي بيخلي الانسان يفطر لكن عدم القدرة على الصيام او المرض هو ده اللي ايه اللي بيفطر الانسان صحيح امتى تكون الشيخوخة سبب الافطار لما تخلي صعبة لا يستطيع ان يفطر يعني السن مش هو المعيار المعيار ايه ما تتحول الشيخوخة الى مرض اذا افقدت الانسان صحته وعافيته لكن فيه ناس بتعيش سنوات طويلة بيوصلوا بيتجاوزوا المائة سنة وايه اللي حاصلوا وبصحتهم وبعافيتهم يبقى هو يصوم ولا ما يصومش لا يصوم هيصوم ليه لانه في الحقيقة هو قادر على الصيام يبقى ان الآية بتتكلم على الذين لا يطقون الصيام لا يستطيعون الصيام لكن الشخص اللي يستطيع الصيام ما زال مخاطبا بالصيام اما الذي لا يطيق وتحولت الشيخوخة الى مرض فان اللي حاصل فمن كان منكم مريضا او على سفر ده المرض الايه بقى ده المرض المؤقت لكن المرض الدائم وعلى الذين يطيقونه فيدي يبقى خلاص انتقل للمسالة الدانية ويبقى انت لو ان الصيام الدكتوري الطبيب قال لك مش هتصوم تاني خالص يبقى الفدية اللي انت طلعتها تجزئ عنك ويبقى انت مش بحتاج تعمل حاجة تانية لانك انت اطعمت عن العشر تيام اللي انت صمته